اهلا بكم اعزائي طلاب التعليم الفن الصناعي في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة وطلاب الصف الاول حلقتنا النهاردة في مادة التكنولوجيا العامة واولى حلقات الفصل الدراسي التاني كل عام وانتم بخير ويرب نكون خلصنا الترمي الاولاني او الفصل الاولاني واستفدنا منه واستفدنا منه معلومات انا ما يهمنيش انك موضوع النجاح والسقوط انا يهمني انك تعرف تخصص بتاعك كويس جدا اه وتفهمه وتدور عليه وتنوع مصادر دخل المعلومة بتاعتك اه النهاردة حلقة اه او درس النهاردة بيتكلم عن الدورة الحرارية وده من اهم الدروس في التخصص بتاعنا ومن احب الدروس الى قلبي اه لو كل واحد فينا بدأ يدور على المعلومة ويبحث عنها ويسأل المعلم بتاعه مش محدش هيتأخر عنك ابدا كلنا في خدمتك زي ما بنقول دايما التواصل معنا عن طريق القناة انا تواصل مع المعلمين بتوعك دور على السوشيال ميديا على اعرف التخصص بتاعك كويس جدا النهاردة هنتكلم ان شاء الله عن الدورة الحرارية يعني ايه دورة حرارية وفايدة الدورة الحرارية عندنا في محرك الاحتراك الداخلي انا كانسان او اي واحد فينا عشان يتحرك ويقدر يبزل طاقة ويطلع الطاقة الجوة لازم يكون عنده هو كمان طاقة الطاقة دي بتجيله من الاطعمة اللي احنا بنكلها باشكال مختلفة عشان تديله سعرات حرارية معينة فمنها بيمشي طيب بالنسبة لتخصص المركبات عندنا احنا كمان عندنا دورة حرارية الدورات الحرارية دي علشان ناخد منها طاقة اذا بدون الدورة الحرارية في محرك الاحتراك الداخلي المحرك بتاعي مش هيقدر يتحرك يعني انا لو ما عنديش وقود العربية بتاعتك او السيارة بتاعتك مش هتمشي ده كلام صحيح ليه؟ علشان احنا ما خدناش طاقة حرارية ما حولناش الطاقة اللي في الوقود الى طاقة حرارية اذا تعالوا نعرف يعني ايه دورة حرارية وقبل ونعرف يعني ايه دورة حرارية عايزين نقول ان المحرك محرك الاحتراك الداخلي هو اداة وتكلمنا عنها في الفصل الدراسي الاول ومش عايزك تنسى حاجة من اللي احنا قلناها انت لو فهمت التخصص بتاعك كويس جدا هتلاقي الموضوع بسيط وسهل جدا وتقدر تنافس في سوق العمل ويب عندك معارف ومهارات كويسة جدا تقدر تنافس به المحرك هو اداة لتحويل الطاقة الحرارية الى شغل ميكانيكي او طاقة ميكانيكية يستفاد بها المحرك محرك الاحتراك الداخلي اللي هو موجود عندك في السيارة او في المركبة بتاعتنا او اللي موجودة في الشارع او اللي مسؤول انت عنها هي اداة لتحويل الطاقة الحرارية الى طاقة ميكانيكية ينتفع بها طب الطاقة الحرارية دي بتجيله منين بتجيله من احتراك الوقود طب احتراك الوقود بتاعي ده لوحده يكفي يعني انا لو عندي وقود لوحده نقدر نمشي به المركبة لا ده انا محتاج دورة حرارية كاملة دورة حرارية كاملة عشان نحصل على طاقة حرارية تعالوا بينا نبدأ الدرس بتاعنا واول حاجة عندي عايزين نعرفها هي ان اللي اتكلمنا عنها دلوقتي حالا ان احنا عندنا الحرارة والشغل نعين من الطاقة نقدر نحول الطاقة لشغل والشغل الى طاقة يعني انا اقدر احول الحرارة بتاعتي الى شغل زي ما بيحصل في محرك الاحتراك الداخلي واقدر احول الشغل بتاعي الى طاقة تمام واتكلمنا عن المحرك ان هو بيحول الطاقة الحرارية الى طاقة ميكانيكية يستفاد بها او ينتفع بها عايزين نقول ان الدورة الحرارية هي اجراء عدة تغيرات على مادة تشغيل لانتاج حرارة الحتة دي عايزين نفهمها كويس جدا وما تكتبهاش مش عايزك تكتب ولا تحفظ انا عايزك تفهم يعني ايه دورة حرارية دورة حرارية لازم يحصل عندي مجموعة من التغيرات على مادة تشغيل مادة تشغيل بتاعتي اللي هي ايه حد هيقول لي الوقوت لا مادة تشغيل بتاعتي هنا مش الوقوت مادة تشغيل بتاعتي هنا هي الهوى انا بضيف الوقوت ده اللي هيحترق اما الهوى هو اللي هيساعد على الاحترام اذا الدورة الحرارية هي اجراء عدة تغيرات على مادة التشغيل لانتاج ايه لانتاج حرارة افهم الموضوع ده كويس وبعد كده بعد الحلقة ايه باكتبه الدورة الحرارية هي عدة تغيرات على مادة التشغيل مادة التشغيل بتاعت اللي هي ايه مش الوقود لا الهوى الهوى هو اللي هيساعد على الاحتراء هو انا لو عندي وقود لوحده ينفع يحترق واشغل بيه المكنة مش هتشتغل معايا مش هيشتغل معايا المحرك بتاع المركبة انما انا محتاج هوا مادة مساعدة او مادة التشغيل بنسميها مادة التشغيل مادة التشغيل بتاعت دي هي اللي هتساعد على الاحتراء عشان نحصل على حرارة وناخد الحرارة دي نحولها الى شغل ميكانيكي ونبدأ نحرك العجلة بتاعة المركبة بتاعتي تعالوا نكمل قلنا ان مادة التشغيل هي الهوى والهوى هيختلط بالوقود عشان يولد حرارة يقوم يضرب المكبس واحنا هنتكلم عن الدورات الحرارية بالتفصيل دلوقتي احنا اتكلمنا عنها الترمي الاولاني او الفصل الاول باختصار النهاردة هنتكلم عنها بالتفصيل عايزك تفهم فكرة عمل اي محرك احتراق داخلي فكرة عمل محرك الدراجة النارية او الموتسيكل وفكرة عمل المركبة او السيارة بتاعتك سواء كانت بنزين او ديزل تعالوا كمان نعرف العمليات اللي بتتم في الدورة الحرارية بتاعتي الدورة الحرارية بتاعتي عشان تتم بالنسبة لمحرك الاحتراق الداخلي وايس عليها برضو بالنسبة للانساء انا لازم اعمل انضغاط الانضغاط ده هيعمل ايه الانضغاط للمادة اللي هي مادة التشغيل الهوى بتاعي طب الهوى بتاعي هضغطه لوحده في محرك الديزل ايوه هنضغطه لوحده اذا في محرك الديزل هنضغط هوى فقط وهنعرف الكلام ده دلوقتي حالا لكن في محرك البنزين هضغطه بالايه معاه بنزين خالد معاه البنزين او خالد معاه الغاز المحركات المبخرة والمحركات الحقينا هنعرف كل الفرق بين كل محرك من المحركات دي دلوقتي حالا اذا العمليات اللي بتتم عشان نحصل على دورة حرارية كاملة دورة حرارية كاملة تدي نطاقة يعني احنا بنعمل الدورة الحرارية دي عشان ناخد حرارة تقوم الحرارة تزود حجم مادة التشغيل لما تزود حجم مادة التشغيل هينزل المكبس من النقطة الميتة العليا للنقطة الميتة السفلة بقوة مين تمدد الغاز فكرة بسيطة جدا يباحنا هنجيب مادة تشغيل اللي هي الهواء هندغطها مع البنزين او الغاز او ايا كان نوع المحرك فيه محرك تاني هيشتغل بالديزل فاحنا بنضغط هوا فقط وبعدين نحقن عليه الديزل ضغطناه ونخش في المرحلة التانية او الحاجة التانية اللي هي الاشتعال او الاحتراق فيه محرك هيحتاج نديله شرارة زي محرك البنزين نديله شرارة عشان يحصل احتراق فيه محرك تاني اشتعال ذاتي اللي هو محرك الديزل هندغط الهواء مجرد ان احنا نبدأ نحقن الجاز مفيش قدام الجاز او الديزل غير انه يحترق وهو بيختلط مع الهواء لازم يختلط مع الهواء علشان يحصل احتراق المادة المساعدة في الهواء هي الاكسوجين وكلنا عارفين ان الاكسوجين هو عنصر فعال جدا واجتماعي بيختلط بكل العناصر يقدر يتفاعل مع كل العناصر فالاكسوجين المادة الفعالة او المادة اللي بتساعد على الاشتعال في المحرك بتاعي هيختلط الهواء مع الوقود عشان يحصل انفجار او اشتعال يقوم يحصل تمدد للغاز يقوم يضغط او يضرب المكبس او يدفع المكبس من النقطة الميتة العليا او توب ديد انت سنتر الى النقطة الميتة السفلة عشان يحرك معاه زراع الايه التوصيل وبالتالي يدور عمود المرفق تقوم المكنة بتاعتي او المحرك بتاعي شغال احنا بنتكلم ببساطة وديت للحلقة دي المادة العلمية اللي فيها صغيرة جدا بس ديت لها وقت كبير عشان نفهم القصة او ازاي فكرة عمل المحرك تاني نقول ان العمليات اللي هتتم على الدورة الحرارية نعمل انضغاط وبعدين نعمل احتراء وبعد الاحتراء نعمل كنس او كسح او تصريف للعادم وهنا مش هينفع سيب العادم في الغرفة بتاعتي عشان اقدر ادخل عليه هوى جديد مع بنزين جديد او هوى فقط مع محرك الديزل عرفنا كمان ان انا عندي هنا محرك هيشتغل بالبنزين او الغاز او الكرسين وفيه محرك هيشتغل بالديزل المحرك بتاع الديزل اللي هو في شوط الاحتراء محرك الديزل ما بعمله الشرارة يبا انا عايز اعمل احتراء في محرك البنزين فعملت شرارة اللي هي بتيجي من شمعة الاشتعال وهنشوف الكلام ده دلوقتي فيديو حالا شمعة الاشتعال تدي شرارة تقوم تولع المكان المحيط او الجزء المحيط بايها تعمل احتراء للجزء المحيط بالشمعة شمعة الاشتعال يقوم المخلوط كله الهواء مع البنزين يبدأ يشتعل طب لو كان غاز الغاز هو كمان مختلط مع الهواء وبالتالي هيبدأ يحصل الاحتراء بتاعي طب نروح بقى لمحرك الديزل اللي هو محرك حاقن ما بنعمله الشرارة المال إيه اللي بيحصل يا مستر اللي بيحصل إن أنا لما بضغط الهواء قللت الحجمه اتكلمنا عن الموضوع ده في الفصل الدراسي الأول ضغطت الهواء ضغطه من اتنين بيبدأ من ستاشر وصل في بعض المحركات لتمانية وعشرين بناخد هو المتوسط بتاعه اللي احنا شغالين عليه في محركة متوسط اتنين وعشرين باخد اللي اتنين وعشرين لتر هوا أضغطهم في لتر واحد دي اللي بنقول عليها نسبة الانضغاط يعني ايه نسبة الانضغاط هي المسافة من النقطة الميتة السفلة الى نسبة الحجم لما المكبس يكون عند النقطة الميتة العليا يعني لو انا عند اتنين وعشرين لتر هوا في محرك الديزل انا بتكلم على محرك الديزل اللي هو بيستخدم الجاز بضغط الاتنين وعشرين لتر هوا بضغطهم في لتر واحد بس وبالتالي انا قللت الحجم معنى ان الحجم يقل الضغط يحصل له ايه يزيد وبالتالي معنى ان الضغط يزيد درجة الحرارة هي كمان هتزيد يبالهوا درجة حرارته مرتفعة جدا اقوم نحقن عليه كمان جاز او ديزل يقوم يحصل احتراء طب انا بحقن الجاز اللي يتما نعمله زي البنزين واخلطه عن طريق الكربيراتير او بخخ واخلطه زي ما بنعمل في البنزين بالهوا ويقوم يحصل احتراء الديزل مادة الكسافة بتاعته تقيلة وصعب ان هو يختلط بالهوا لانه تقيل عنصر تقيل اما البنزين فهو عنصر خفيف فاحنا بنخلطه من الاول والاحتراء بتاعه بيستجيب للاحتراء بسرعة يعني بيحترق بسرعة اما محرك الديزل او الديزل مادة الديزل مش بتحترق بسهولة وكمان ما بتختلطش بالهوا بسهولة وبالتالي انا بعمل ايه بحقنها بعملها بكسرها الاول عشان تبقى على هيئة رزاز صغير جدا وبعدين ابدأ احقنها داخل الهوا اللي هو درجة حرارته مرتفعة مجرد ان هو يصطدم بالهوا يقوم يحصل اشتعال للوقود بمساعدة الهوا اللي هو فيه اكسوجين اللي انا محتاجه يقوم يحصل الاشتعال بتاعي فيبدأ يتحرك المكبس من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة عشان يحرك زراع التوصيل وبعدين عمود المرفق يقوم يبدأ اخد انا بقى في الحالة دي انا كده خدت شغل ميكانيك او خدت طاقة ميكانيكية وبالتالي المركبة بتاعتي بدأت تتحرك وبدأت تمشي كده انتهت الدورة الحرارية لا الدورة الحرارية لسه فاضل فيها الكسح او الكنس او العادم ان انا اتخلص من العادم من غرفة الاحترام عشان اخش في دورة جديدة كده احنا اتكلمنا عن العمليات اللي بتحصل في الدورة الحرارية ولسه هنكمل كلامنا فيها باستفادة تعالوا نكمل يبا انا بعمل عندي انتشار لمادة التشغيل لما بخلطها بالهوى بالبنزين وبعدين يحصل احتراء وبعدين اتخلص من الحرارة في جزء من الحرارة هيطلع معايا من فلعات طيب تعالوا نشوف الصورة اللي قدام مننا دي بيقول لي عشان يحصل احتراء في محرك احتراق داخلي لازم يكون عندي مقدار معين من الوقود وبعدين هوا وبعدين اخلطهم على بعض واسحبهم وبعدين يحصل ضغط وبعدين الاشتعال بتاعي ثم بعد الاشتعال هيحصل شوط القدرة او شوط الاحتراق المهم تعالوا ناخد الموضوع من الاول تاني يبقى انا عندي وقود لوحده مش هيحترق لوحده مش هيديني طاقة حرارية وبعدين يبقى انا لازم ادخل عليه هوا الهوا ليه عشان هو بيساعد على الاحتراق عشان فيه اكسجين ونسبة الاكسجين الموجودة في الجو اللي ربنا خلقها حوالي واحد وعشرين في المين يبقى يبقى انا لازم ادخل كمية هوا تبيرة جدا على قد ما اقدر عشان كده في المحركات الحديثة بدأوا يعملوا صمامين سحب وصمامين عادم ويخلي صمام السحب بتاعي كبير عن صمامين عادم عايز يدخل كمية هوا كبيرة جدا بعد كده شركات تانية بدأت تطور وتعمل الشحن الجبري اللي هي التيربو اضغط كمية الهوا في الاستوانة عشان يدخل كمية هوا كبيرة وبالتالي هزوت كمية الاكسجين مش احنا قلنا نسبة الاكسجين في الجو تقريبا واحد وعشرين في المية فانعايز اخلي عدد زرات الاكسجين اللي موجودة داخل الاستوانة كبيرة جدا عشان تديني باور وطاقة عشان القدرة اللي تطلع من الاحتراء تكون عالية احصل على ضغرة حرارة عالية وطاقة اعلى وبالتالي عزم المحرك يكون عالي عشان كده المحرك اللي بيبقى مركب او السيارة اللي بيبقى فيها تيربو بيبقى عزمها وسرعتها اعلى من المحرك اللي هو ما بيكونش موجود في تيربو التيربو عشان يشحن كمية هوا او يعبي كمية هوا كبيرة جدا في الاستوانة بتاعتي واخلطها بالبنزين او بعد كده احقن عليها كمية الديزل المطلوب اذا الوقود محتاج كمية هوا المحركات اللي هي بتتنفذ طبيعي بتتنفذ طبيعي يعني يعني مفهاش تيربو يعني مجرد ان المكبس يتحرك من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة فيقوم يعمل سحب سحب للخليط بتاعي اللي هو هوا مع بنزين انا في شوت السحب اللي هي الرسمة اللي انا بتحرك عليها دي انا خلطت الهوا مع البنزين ده في محرك البنزين او الغاز اما لو كان محرك ديزل فانا هسحب هوا فقط بعد كده ابدأ اضغط الشحنة بتاعتي الشحنة بتاعتي لو كانت محرك بنزين اما في محرك الديزل هضغط هوا فقط اضغطه درجة حرارته هتزيد بعد كده تيجي الشرارة لو كان محرك بنزين طيب لو كان محرك ديزل انا ما عنديه الشرارة اللي هيحصل ان الاحتراء هيتم اه ذاتي هيتم لوحده بدون اي تدخل مش هيحصل اي حاجة لان درجة حرارة الهوا بتكون عالية جدا اول ما بيصطدم بيها الديزل بتحتارك بعد كده يحصل شوط القدرة او شوط الانفجار او شوط الاشتعال او شوط الطاقة اللي هو هيحرك المكبس من اعلى الى اسفل عشان يحرك زراع التوصيل بعد منه عمود المرفق فنحصل على قدرة تعالوا نعرف انواع الدورات الحرارية الموجودة في المحركات او اللي احنا بتستخدمها في المحركات بتاعتنا اول دورة عندي اسمها دورة اوتو وبعدين خلينا نعرف المسميات بس دورة اوتو وبعدين دورة ديزل والنوع الاخير هو دورة دورة مشتركة اللي هي بتستخدم لتنين تعالوا نعرف يعني ايه دورة اوتو بيقول لي دورة اوتو دي الدورة دي اللي هي بتعمل على المحركات المبخرة والتي تستعمل الغاز والبنزين والكورسين كوقود وده شكل الحاجة اللي انا هخلط بيها الهوى مع الوقود اللي احنا بنسميه كاربراتير وفي السيارات الحديثة بدأوا يعملهم البخاخات بعد كده بدأوا يعملوا الحقن المباشر داخل السطوانة اذا المحركات اللي بتستخدم الوقود بتبخر الوقود وتخلطه بالهوى بنسميها بتشتغل بدورة اوتو ودورة اوتو دي اللي هنعين هنعرفهم دلوقتي المحركات المبخرة بنخلط الهوى مع الوقود بنخلطه عن طريق الكاربراتير او البخاخات 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 في المصطرة او في مجمع السحب او ان احنا نحقن الوقود داخل الغرفة مباشر وده بنسميه الحقن المباشر المهم ان الفكرة عندي ان انا ابخر الوقود عشان اخلطه وخليه يتجانس مع الهوى اللي موجود داخل الاستوان لا الا لو انا ست كمية وقود لوحدها يقوم يطلع لي رواصب كربونية ويحصل انفجار في اماكن مختلفة من الاستوان ويقوم يعمل رجع في الماكنة بتاعتي ويطلع عوادم غير مرغوبة تماما تعالوا نعرف اللي بعد كده يبقى دورة اوتو بتستخدم بتستخدم تبخير الوقود بتستخدم تبخير الوقود اما دورة الديزل المحركات الحاقنة يعني ايه المحركات الحاقنة اللي بتحقن الديزل بتحقن الوقود بتاعها اللي هي بالشكل ده الحواقن موجودة عندها هي داخل الاستوانة بتحقن وقود الديزل بتاعي داخل الاستوانة مباشرة عشان يبدأ شوط الاشتعال بتاعي اذا دورة الديزل بتستخدم في المحركات الحاقنة اما دورة اوتو بتستخدم مع المحركات المبخرة والفرق بينهم هو خلط الهوى مع الوقود اما المحركات الحاقنة بتحقن الوقود في نهاية شوط الانضغط المحركات اللي بتستخدم الدورة المشتركة هي المحركات اغلبها المحركات الحديثة والسريعة وهي بتستخدم الدورتين مع بعض تعالوا بقى نعرف حاجة جديدة وهي أنواع دورة أوتو أنا عندي دورة أوتو نوعين دورة أوتو سناقية الدورة وفي رباعية الدورة اللي هي بتستخدم بتعمل الدورة الحرارية بتاعتي في شوطين أو في أربع أشواط دورة أوتو بنزين سناقية الدورة بتعمل الدورة الحرارية بتاعتها في شوطين فقط يعني لفة واحدة لعمود المرفق تمام يا شباب؟ يبقى دورة أوتو اللي هي بتستخدم الدورة السناقية بتعمل الدورة بتاعتي في شوطين فقط للمكبس ويلفة واحدة لعمود المرفق دي الدورة السناقية دورة أوتو منها حكتين سناقية وربعية سناقية وربعية ربعية يعني أربع أشواط وسناقية يعني بتعمل الأربع أشواط في شوطين فقط للمكبس المكبس بتحرك حركة رددية بيعمل شوطين فقط يعني لفة واحدة لعمود المرفق وشوطين للمكبس نزول وصعود لكن في كل الحالات هو بيعمل أربع عمليات اللي هي سحب وضغط واشتعال وعادل بس بيعملها في المحرك السناقي اللي هي محركات الدراجات النارية أو الموتسيكلات اللي هي زي الموتسيكلات أو اللنشات لأي محرك بيشتغل بالدورة السناعية ده بنسميه محرك سناق الدورة سناق الدورة بيعمل الأربع أشواط بتوعي في شوطين بس ولفة واحدة لعمود المرفق فيه بقى محرك تاني رباع الأشواط اللي هو بيعمل الدورة الحرارية بتاعتيه الدورة الحرارية يعني أنا حصلت على طاقة ميكانيكية من الحرارة تمام؟ بيعملها في أربع أشواط اللي هم سحب وضغط واشتعال وعادل مو تكلمنا عنها كتير والمعلمين بتوعك أنا عايزك تفهمها ما تحفظها سحب وضغط واشتعال وعادل بيتموا في الحال تيه لكن فيه محرك هيعملها في شوطين للمجبس وفيه محرك هيعملها في أربع أشواط للمجبس فيه محرك هيعملها للفة واحدة لعمود المرفق وده المحرك السنائي وفيه محرك هيعملها في لفتين لعمود المرفق ولفة واحدة لعمود الالكمات وده المحرك رباعي الدورة تعالوا نكمل الدورة السنائية ازاي بتبني لو بصينا على الرسمة اللي على الشمال اللي قدام مني دي ده المكبس ده زرعة توصيل عمود المرفق هنبص نلاقي عندي هنا فتحتين في الجنب اليمين تمام وفيه في الجنب الشمال فتحتين لكنهم داخليين ده جوه المحرك نفسه بتربط الفتحة الاولانية مع الفتحة اللي فوق بتربط غرفة او علبة المرفق بغرفة الاحتراء لو بصينا على الرسمة هنلاقي ان الفتحة ده اي او الممر ده بيربط علبة المرفق اللي قدامي ده بغرفة الاحتراء ده محرك بنزين عشان كده مستخدمين بوجيه او شمعة اشتعال زي ما احنا شايفين عندي هنا فتحة فوق للعدم وفتحة اسفل لدخول الهوى مع البنزين لو كمان بصينا هنلاقي هنا فيه صمام اتجاه واحد يعني ايه صمام اتجاه واحد يعني لما المكبس يبدأ يطلع لفوق يقوم يعمل خلخلة في الغرفة هنا او في علبة المرفق المكبس لما يتحرك من النقطة الميتة السفلة الى النقطة الميتة العليا المكبس ده يتحرك لفوق يقوم يعمل خلخلة في المكان ده يقوم فاتح الصمام ده من اسفل هنا هو مربوط من فوق لو بصينا ده محور الارتكاس بتاعه عند الماوس لو حد شايف الماوس قدامي اهو ده محور الارتكاس بتاعي لما المجبس بتحرك لفوق يقوم فاتح الصمام من اسفل عشان يدخل الهوى مع البنزين يدخله فين في علبة المرفق داخل المحرك هنا وفي نفس الوقت هو بيعمل انضغاط فوق بيعمل شوت ضغط فوق يبا هو عمل سحب مع ضغط لاتنين في وقت واحد وكمان عمل ايه زيادة ان هو دورانه ودواء الدوامة اللي بيعملها للهوى مع البنزين هنا بيعمل تجانس او زيادة خلط بيعمل خلط للهوى مع البنزين بشكل افضل بيخلي نسبة خلط الهوى للبنزين بجودة اعلى دوران الهوى مع البنزين داخل غرفة عمود المرفق اسفل المحرك ده بيخلي الهوى مع البنزين الدوامة بتاعته دي لو كان لسه فيه بنزين او وقود لسه مختلطش بالهوى يقوم يختلط بالهوى وأنا يهمني كل كمية الوقود اللي دخلت للسطوانة تتحرق وإلا بنسمع بعض الكلمات أو المصطلحات بنسمعها من بعض القائد المركبات يقول لك الحريق بتاعها ناي حريق المكنة ناي يعني ايه ناي؟ يعني في وقود طالع في العادم بتاعي في ريحها طلعها في أول أكسيد كربون طالع وده من الغازات السامة جدا والضارة جدا بالبيئة والإنسان والحيوان كله فأنا يهمني أن أنا أخلط الهوى بالبنزين في شوط السحب كويس جدا عشان كل كمية الهوى مع البنزين اللي دخلت غرفة الاحترق تتحرق أو يحصلها اشتعال وبالتالي تديني قدرة عالية جدا للمحرك بتاعي عزمه يكون أعلى عزم المحرك بتاعي يكون أعلى عشان كده لما المحرك بيقولوا الاحترق بتاعي يبقى العزم بتاعه ضعيف تحس ان العربية بتاعتك أو السيارة اللي انت راكبها مش هي اللي انت متعود عليها عزمها ضعيف تقيلة الاستجابة بتاعتها ضعيفة جدا عن ما انت متعود تعالوا ان كان أنا عندي هنا الأربع عشواط اللي هما السحب والضغط والاشتعال والعادم بيحصلهم في نفس المحرك السناء الدورة ولكن هو بيعمل كل شوطين في شوط واحد كل عمليتين من العمليات ديت في شوط واحد بس يعني المكبس لما يتحرك من النقطة الميتة السفلة للنقطة الميتة العليا وهو طالع كده فتح فتحة السحب اللي هي دي اللي تحت اللي الموس بيتحرك عليها يا شباب اللي هي دي الموس قدامكم هو يتحرك هيدخل هنا كمية هوا هو عمل فراغ عمل خلخلة عمل فرق ضغط داخل علبة المرفق فسحب هوا مع بنزين دخله في علبة المرفق في نفس الوقت المكبس او البستون افل فتحة العادم وافل فتح الدخول الهوا مع الوقود اللي هي بتوصل علبة المرفق بغرفة الاحتراء افلها افل دي وافل دي اذا مفيش قدام الخليط اللي قدامه غير انه يندغط داخل غرفة الاحتراء الخليط اللي قدامي معدش قدامه مخرج كان ممكن يخرج من اي فتحة لو في فتحة مفتاحة قدام منه المكبس افل فتحة العادم اللي على اليمين وافل فتحة اللي هي بتربط علبة المرفق بغرفة الاحتراء فوق فاصبح المخلوط اللي قدامي ما قداموش اي مخرج غير انه هو يندغط بنسبة الانضغاط اللي المحرك مصمم عليها وبالتالي ترتفع درجة حرارته نيجي في نهاية شوط الانضغاط نقوم نعمل الاشتعال اللي احنا بنقول عليه نديله شرارة عشان يبدأ يحترق الوقود بتاعي تعالوا نكمل الشوطين اللي بعد كده الشوطين اللي بعد كده انه هيحصل هنا شرارة وهنشوف فيديو للحاجة دي دلوقتي هيحصل شرارة فيقوم يحصل احترق للمخلوط المخلوط بتاعي ده لما يبدأ يحترق يقوم يحصل تمدد للغازات اللي هنا ثم تضرب المكبس عشان تنزله الاسفل اول ما يبدأ المكبس يتحرك الاسفل يقوم الفتحة اللي على الشمال دي تتفتح مع الفتحة اللي بتاعة اليمين بتاعة العادم هي كمان هتتفتح درجة حرارة الغرفة عالية جدا والعادم الاحترق اللي حاصل درجة حرارته عالية جدا وبالتالي ضغطه عالي ضغطه عالي عن الضغط اللي برا هنا فيه فرق ضغط الضغط الجوي طبيعي اما الضغط داخل الاستوانة عالي جدا وبالتالي لازم العادم او نواتج الاحتراق اللي جوه دي لازم تخرج برا اول ما الفتحة دي تتفتح يقوم العدم ده يخرج برا المحرك او برا الاستوانة عشان الهواء اللي هيخش مع البنزين الجديد هيعمله كسحة هيطرده هو كمان هو كمان داخل عشان يدفع قدام منه غازات العدم يخرجها برا طبيعي هي كده كده لازم هتخرج برا لان درجة حرارتها عالية وبالتالي هي عايزة تصعد لاعلى كسافتها هتقل لما درجة حرارتها تعلى كسافتها هتقل فعايزة تصعد لاعلى فبتلاقيش قدامها غير انها تطلع من فتحة العدم وتبدأ تخرج لبرا الحاجة التانية ان الهواء اللي داخل جديد مع البنزين كسافته قليلة وبالتالي هو بيفضل تحت عشان ياخد اللي قدام منه يخرجه كله برا ويبدأ المكبس ينزل عمل شوط اشتعال وشوط عدم في نفس الوقت يبا هو عمل الاربع عمليات عملهم في شوطين ولفة واحدة بس العمود المرفق تعالوا نشوف فيديو بيشرح الموضوع ده بشكل تاني نبص على الفيديو ده لو احنا شفنا حركة المكبس بتاعتي شايفين المكبس بدأ ينزل فتح فتحة العدم الاكزوست هيت فتح فتحة العدم خرج العدم بتاعي تعالوا نقف ثانية واحدة هنا تعالوا نقف هنا ثانية واحدة هنا في المكان ده بالزبط فتح بدأ يفتح الفتحة اللي اسفل في اليمين اللي هي الموس واقف عليه فبيدخل هنا هوا مع بنزين شايفين الدوامة اللي بتحصل تحت الدوامة دي بتزود خلط الهوا مع البنزين الدوامة اللي حصلة هنا اسفل بتزود نسبة الخلط الهوا مع البنزين كمان هو بدأ يدخل فوق في الغرفة هوا مع بنزين فبتعمل طرد للعادم تطلعوا تعالوا نكمل ونشوف حركة المكبس المكبس زي ما احنا شايفين حركته ترددية البوجيه ايه ده شرارة عندي هنا هو عمل حر وفي نفس الوقت بدأ وهو بينزل بينزل المكبس بقوة تمدد الغازات ويبدأ العادم بتاعي يخرج من الفتحة اللي على اليمين اللي هنشوفها دلوقتي حالة كده بيخرج كده بعض الشباب هيقول لي تم الحرارة اللي تولدت كلها انا ما استفدتش بيها خرج جزء من الحرارة بتاعتي في العادم طبيعي لازم يكون فيه مفقيد بيخرج تقريبا تلت الحرارة المتولدة في العادم بتاعي ولكن انا يهمني الضربة بتاعة الغازات تمدد الغازات الاولينية اللي هي بدأت تحرك المكبس بتاعي من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة بتعالوا نشوف الشرارة ونشوف الاحتراء بيتم ازاي نشوف الفيديو تاني البوجيه اللي عندي موجود فوق اهو ده بيديني شرارة في نهاية شطل انضغاط والمكبس طالع من النقطة الميتة السفلة للنقطة الميتة العليا هو كده قافل الفتحات هيبدأ يفل الفتحات بتاعتي كلها وهو بيدغط في نهاية شطل انضغاط يبدأ البوجيه يديني شرارة كهربائية الشرارة الكهربائية ديت تقوم تعمل اشتعال للمخلوط بتاعي كله يهمني او ان كل كمية الوقود الموجودة عندي تحترق علشان قلنا ان انا اخد عزم طيب نشوف بعد كده دورة قطو لمحرك ديزل او الدورة الصناقية لمحرك ديزل ودي دورة مختلفة ملاش علاقة بقطو دي احنا بنحقن هنا الوقود المحرك الديزل صنائي الدورة من المحركات القوية جدا واستهلاكه للوقود بيكون اقل وبنستخدمه لما نكون محتاجين فوق 3000 حصان محركات الديزل صنائي الدورة لازم نحط لها مراوة او مضخة كسحة او مضخة طرد عشان تدخلي كمية هوى داخل الغرفة بضغط عالي وكمان الهوى اللي هيخش ده هيطرد لي العدم اللي كان موجود في الاستوانة زي المحرك التاني يبا احنا اتكلمنا عن المحرك السنائي بنزين هنتكلم دلوقتي عن المحرك السنائي ديزل تعالوا نشوف الرسمة اللي قدام مننا شايفين المضخة اللي قدام مني دي بتطرد او بتضخ كمية هوى في الغرفة اللي قدام مني اللي هي قدامها ده هي مع الجهة هي لفة حوالين الاستوان والمجبس بتاعي اللي هو باللون الاخدر بيبدأ يتحرك عشان يقفل الفتحات اللي قدام مني شايفين الفتحات السودا اللي قدامي دي الفتحات دي اول ما المجبس يبدأ يتحرك لفوق يقوم يقفل الفتحات دي ويقوم يضغط الهوى اللي موجود داخل الاستوانة يضغطه بنسبة الانضغاط المصممة طبعا محرك الديزل غير محرك البنزين هيدغط الهوى وبالتالي الحجمة هيقل الضغطة هيزيد درجة الحرارة بتاعت الهوى هترتفع ييجي هنا الرشاج بتاعي او الحاقن اللي هو باللون الازرق اللي قدامي ده يقوم يحقن كمية الجاز او الديزل المطلوبة حسب الكمية او الهوى اللي دخلت اول ما يحقن كمية الجاز يقوم يحصل اشتعال يقوم المدبس يتحرك من النقطة المائية العليا وهو نازل للنقطة المائية السفلة يدخل الهوى الجديد الصمام العدم بتاعي فوق اهو هيكون فاتح في شوط العدم صمام العدم اللي على اليمين فوق يقوم الهوى الجديد اللي داخل للغرفة يطرد قدام منه العدم اللي موجود عشان يخرجه من الاستوانة ويبدأ يغلق صمام العدم ونبدأ نضغط الشحنة الجديدة ويكمل الدورة بتاعته لفة واحدة العمود المرفق نحصل على دورة حرارية كاملة في محرك الديزل سناء الدورة ولفة واحدة بس كاملة في محرك سناء الدورة بنزين عشان نحصل على الدورة الحرارية خلصنا الدورات الحرارية سنائية الدورة سنائية الاشواط تعالوا بينا نبدأ في المحركات ربعية الاشواط وقبل ما نروح لمحرك رباع الاشواط تعالوا نشوف فيديو بيشرح المحرك سناء الدورة لمحرك الديزل عشان نبقى فهمنا الموضوع ده كويس جدا واي سؤال اسألنا على القناة او تواصل معنا على منصات التعليم الفني اللي موجودة كتير جدا كل مدرسين او معلم التعليم الفني في خدمتك عشان نوصل لنقدر ننافس في سوق العمل وتوصل لك المعلومة بتاعت التخصص بتاعك مفاهيم ومهارات وسلوكيات المهنة تعالوا نشوف الفيديو اللي قدامنا ده المحرك زي ما احنا شايفين بيتحرك هو عمود المرفق بيحرك معايا زراع التوصيل عشان يحرك البستن او المكبس من النقطة الميتة السفلة الى النقطة الميتة العليا لما بيبدأ يتحرك بيقفل الفتحات اللي انت شايفها اللي قدامه ديت عشان يضغط الشحنة قدامه يقوم يحصل حقن للديزل يحترق يبدأ ينزل المكبس تاني المدخل اللي ركبة هنا دي عشان تضغط كمية هواة كبيرة جدا عشان قلنا نحصل على اشتعال بقوة اعلى العمليات اللي هتتم كلها بتتم في لفة واحدة لعمود المرفق اذا احنا قلنا ان محرك الديزل سنائي الدورة كل لفة واحدة لعمود المرفق بنحصل على شوت قدرة خلصنا الدورات السنائية او المحركات السنائية نبدأ ندخل على محركات الربعية بنزين او ديزل تعالوا نشوف الصورة اللي قدام مني ديت بتبين الدورة الربعية لمحرك البنزين او محرك الديزل اللي في الصورة دلوقتي بوجهات فده محرك بنزين طيب هي نفس الفكرة بتاعت التشغيل سحب وضغط واشتعال وعادم لو احنا بصينا على الصورة اللي على اليمين هنلاقي ده شوت سحب وده شوت اندغاط شوت اشتعال او احتراق والرابع اللي على اليمين ده شوت العادة نفس حركة المكبس زي ما احنا شايفين بيتحرك بيعمل لفتين لعمود المرفق ولفة واحدة لعمود الكامات عشان نحصل على اربع اشواط اللي هي الدورة الحرارية دورة حرارية بتتم في اربع اشواط لو كانت قدتو تبقى محرك بنزين او دور الديزل الفكرة بينهم بسيطة جدا ان ده هيحقن جاز اما ده هندخل الهوى مع البنزين لاثنين في شوت السحب تب تعالوا نشرح بقى الاشواط الاربعة بتتم ازاي شوت السحب اللي هو اول صورة عندي على اليمين ده على الشمال دي المكبس هيتحرك من النقطة الميتة العليا الحركة بتاعت المكبس هنا حركة ترددية يا اما عنده النقطة الميتة للعليا يا اما عنده النقطة الميتة السفلة ما عندهوش مكان تاني يروح له عشان كده سمينا حركة المكبس حركة ترددية او محرك ترددية المكبس عنده النقطة الميتة العليا هيتحرك للنقطة الميتة الايه السفلة هيكون صمام السحب اللي على الشمال ده هو اللي مفتوح زي ما احنا شايفين المكبس لما بيتحرك لأسفل ده شوت سحبة اللي عادة ده الصمام ده هيفتح يقوم يدخل كمية الهوى مع البنزين هو حقن أو البخاخ راشش حقن أو راش البنزين عند دخول الهوى يختلط الهوى مع البنزين يبدأ شرط الانضغاط ثم شرط الانفجار أو شرط الاشتعال وبعدين شرط الاعادة تعالوا نقولها بالتفصيل المدبس هيتحرك في شرط السحب من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلة يكون صمام السحب مفتوح ده شرط الايه؟ شرط السحب يتحرك المكبس من فوق لأسفل صمام السحب يكون مفتوح يقوم المكبس يعمل خلخلة أو يعمل فرق في الضغط عايزين نفهم كلمة خلخلة وفرق في الضغط أو السحب ده بيتم ازاي؟ لو انت فهمته هتفهم حاجات كتيرة جدا موجودة في الطبيعة هتفهم ازاي وانت قاعد تشرب عصير بشفاط والعصير موجود أسفل والعصير عمال يطلع لك لفوق طلع علشان انت قللت الضغط داخل بقك عن العلبة حصل فيه فرق في الضغط عشان كده العصير طلع من أسفل لأعلى الفكرة نفس الفكرة طيرنا بيها الطيارة المروحية الطيارة المروحية بتقلل الضغط تحت الجناح عن الضغط فوق الجناح عن الضغط تحت الجناح عشان كده الطيارة بتاعته بتبدأ تتحرك لفوق المكبس لما بتحركه النقطة المائية للعليا للنقطة المائية للسفلة بيعمل شفط بيعمل مص بيعمل خلخلة بيعمل سحب يعني الضغط داخل الاستوانة أقل من الضغط خارج الاستوانة فبيشفط هوا مع بنزين نفس الفكرة استخدمناها في الكربيراتير الهواء يعد من الفنشوري نعمل له مكان ديق شوي فالهواء يعد بسرعة عالية مع أمبوب بشطف بزاوية معينة الهواء هو بيعد من قدام الفنشوري أو الأمبوب ده يسحب بنزين من الفنشوري أو من الأمبوب عشان يخلطه بيه الهواء الفكرة فكرة فرق في الضغط زي الكهرباء برضو لما بتتحرك فرق في الجهد يبقى هنا حصل فرق في الضغط داخل الاستوانة الضغط داخل الاستوانة أقل من خارجها سحبنا هوا مع بنزين لما سحبنا الهوا مع البنزين من خلال صمام السحب اللي كان مفتوح اتملت الاستوانة هوا مع بنزين يبدأ بعد منها شوط الانضغاط المكبس يبقى أنا كده عملت شوط للمكبس العمود الكرانكي لف نص لف يبدأ المكبس يكمل دايرته يطلع من أسفل لأعلى في شوط الانضغاط الصمامين سحب وضاء سحب وعدم الاتنين بيكونوا مقفلوين فيبدأ يضغط الشحنة بتاعتي الشحنة بتاعتي اللي هي ايه هوا مع بنزين طب محرج غاز هوا مع غاز يبدأ يضغطه الصمامين مقفلين مفيش مكان يخرج منه الهوا عشان كده لو الصمام بتاعي منفس او السستة بتاعته او لياي في اي مشكلة الشحنة بتاعتي يقول لك هالرابط او الشنابر اللي حوالين المكبس حصلها تآكل وبدأ يعمل بيضاء او يأكل فيه جدار الاستوانة يقول لك المحرج بتاعك ده بينفخ او بينفس فبينزل الشحنة او الشحنة بتاعتي بتهرب ما بين الشامبر وجدار الاستوانة لو هربت الشحنة مش ما يبقاش عندي حاجة تنضغط او نسبة الانضغاط بتاعتي هتكون ضعيفة وبالتالي عزم المحرج هيكون ضعيف جدا والمحرج بتاعك هيكون ضعيف طيب هنتعامل على ان المحرج سليم فالمكبس بيتحرك من النقطة الميتة السفلة للنقطة الميتة العليا في شوط الانضغاط يبقى في شوط الانضغاط المحرج صاعد في شوط الصحب المحرج ايه نازل في شوط الانضغاط صاعد والصممين بيكونوا مقفلين قبل نهاية شوط الانضغاط تحصل الشرارة في محرك الديزل يحقن الديزل يبقى عشان يحصل الاشتعال بيحصل بدايته في نهاية شوط الانضغاط يا إما ندي شرارة كهربائية عشان نبدأ نحرق نعمل اشتعال يا إما ندي ديزل نحقن ديزل في نهاية شوط الانضغاط عشان يحصل عندي شوط القدرة أو الشوط الفعال الشوط الفعال اللي هو شوط القدرة هيتحرك المكبس من النقطة الميتة العليا هيب نازل من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلة في صمماتها تبقى مفتوحة الشباب اللي مركزها قدام مني ممتزين جدا الصممين بيكونوا مغلقين في ناس من اللي قدام مني فهمة ومعادية المرحلة دي احنا عايزين أنا عايز اللي قدام مني يكون أشطر من ناس كتير تانية ومستعدي إن شاء الله يكمل ويقدر ينافس في سوق العمل الصممين هيكونوا مغلقين والمكبس بتاعي نازل من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلة خلصنا شوط القدرة أو شوط الانفجار وعمود القرنك بتاعي لف لفة ونص الغيط دلوقتي في كام؟ في ثلاث أشواط طيب شوط القدرة ده زيه زي شوط الضغط والسحب لا ده ده بنسميه الشوط الفعال يعني إيه الشوط الفعال ده الشوط اللي أنا استفدت منه ده اللي أنا بستفيد منه أما الأشواط التانية تجهيز ليه حتى شوط العدم اللي هيجي بعد منه تجهيز ليه لازم أتخلص من العدم شوط العدم أو بنسميه شوط الكنسة أو الكسحة أو التصريف المكبس هيتحرك من النقطة الميتة السفلة إلى النقطة الميتة العليا ويكون صمام العدم بتاعي مفتوح صمام العدم لما هيفتح والمكبس يبدأ يتحرك من أسفل طبيعي كمان درجة حرارة عالية أنت لسه أقل لنا مصطر أن درجة حرارة عالية وكسافة الغاز أو نواتج الاحتراق بتقل فعايز يطلع يصعد لفوق فبيلاقي فتحة العدم مفتوحة يطلع منها إلى أعلى كمان يجي المكبس عشان يكنس أو يكسح البقايا عوادم الاحتراق أو نواتج الاحتراق عشان يطلعها خارج الغرفة عشان نبدأ دورة رباعية جديدة دي الدورة الرباعية بالتفصيل هنشوفها كمان فيديو وهي بتتحرك في المحركات دلوقتي حالا لكن أنا عايز أقول أن شوط القدرة أنا عملت تلات أشواط ما استفدتش بيهم واستفدت من شوط واحد بس اللي هو شوط ايه؟ شوط القدرة أو الشوط الفعال بس لازم أعمل التلات أشواط التانية ولازم نعرفهم بالترتيب يا شباب ما ينفعش قلتها كتير جدا ما ينفعش أجيب شوط مكان التاني سحب عشان عبي عشان أجهز أجهز هوا مع بنزين في محرك البنزين أو الغاز أو هوا فقط في محرك الديزل نفس أجزاء المحرك هي وحدها اللهم إنها هنختلف فيه يا إما شمعة اشتعال يا إما حاقن أو الرشاش طيب يبقى أنا لازم أعمل تجهيز اللي هو هوا مع بنزين أو هوا فقط بعد كده شوط الانضغاط إن أنا أضغطه عشان أرفع درجة حرارته لازم أرفع درجة حرارة الهوا عشان الهوا مع البنزين أو الهوا فقط عشان اللي اشتعال بتاعي يتم بشكل ما هو هوا مع وقود مش هتشتعل معنا لو جبت شوية بنزين وحطتهم في الجو كده مش هتشتعل لازم أرفع درجة حرارتهم وديهم شرار طيب يبقى إحنا عملنا شوط انضغاط بعدين ناخد شوط القدرة اللي هو الشوط الفعال وبعدين لازم ننظف المكان أو نعمل كسح عشان نبدأ دورة جديدة تعالوا نشوف الحاجات دي وهي بتشتغل فيديو إزاي شوف المحرك اللي قدام منك ده ده محرك احتراق داخلي فيه أربع استوانات بالمناسبة كل استوانة لازم تعمل الأربع أشواط مختلفة عن التانية لو انت بصيت هتلاقي لو مجبس منهم بيعمل شوط سحب يعني ده كان بيعمل شوط تعالوا سواني بس نجيب لو واحد بيعمل شوط سحب التاني لازم يكون بيعمل حاجة تانية غيره كل استوانة منهم لازم تعمل الأربع أشواط كل استوانة هتعمل الأربع أشواط ده عمود الكرانكة هو نعرف الأجزاء الداخلية بعدين زراع التوصيل ودي بنسميها الفخد أو الركب أو أسقال الفخد أو أسقال الاتزان اللي هي زي ما انتوا شايفين بتخزن طاقة مع الحدافة مع عمود الكرانك من الشوط الفعال اللي هو شوط القدرة إلى الأشواط الغير فعال يبقى أسقال الاتزان اللي هي في الجنب ده هي ده هي دي اللي بتخزن لطاق شايفين كمان عمود الكمات فوق الصممات مباشرة عمود الكمات شغال فوق الكمات مباشرة دي شامعة الاشتعال ده محرك بنزين هنزين هنشوف الحركة في شوط السحب هيتم بازاي المحركة المجبس هيتحرك من النقطة الميتة العليا إلى السفلة صمم السحب كان فاتح لأن أنف الكامة كانت مؤثر على الكامة هنا لو بصينا على الأنفة هي كانت مؤثر على الصمام عشان كده الصمام كان فاتح دلوقتي هو بيعمل شوط انضغاط شوط انضغاط الكمتين مش مؤثرين الأنفين فوقهم أنف الكامة اللي هي بتأثر بدأ عندي في نهاية شوط الانضغاط الشرارة زي ما شفنا نهاية شوط الانضغاط بدأت الشرارة فيحصل شوط الانفجار أو شوط الفعال زي ما احنا شايفين عشان المكبس يتحرك من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلة بتأثير تمدد الغازات اللي حصل من درجة الحرارة العالية جدا عشان كده احنا سميناها دورة حرارية المكبس هيتحرك من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة بتأثير تمدد الغازات بعدين يبدأ شوط العادم يبقى سحب ضغط اشتعال عادم كده احنا شفنا محرك بنزين وازاي بيشتغل كل استوانة من الاربعة مهم جدا يا شباب تفهموا المعلومة دي تفهمواها كويس جدا ان كل استوانة ملهاش علاقة بالتانية لان في بعض الشباب هيقول لي هو يا مستر الاستوانة دي بتعمل شوط سحب يبقى التانية بتعمل زيها سحب اه او كل واحدة بتعمل سحب والتانية بتعمل انضغاط والتالتة بتعمل اشتعال وبعدين الرابعة عادم لا ده كل استوانة مستقلة بذاتها وعشان كده بيوزعوا الاشتعال على الاربع استوانات يعني ممكن نلاقي محرك ستة سلندر ممكن نلاقي محرك تمانية سلندر كل استوانة شغالة مستقلة بذاتها بتعمل اربع عشواط سحبه وضغطه اشتعال وعاد مالهاش علاقة بالتاني ممكن تكون الاستوانطين طالعين فوق وانا عند المكبس بيطلع لفوق في حالتين في شوطين هما ايه يا اما بيعمل اندغاط يا اما بيعمل ايه عادم واستوانطين نازلين مع بعض الاسفل والاستوانطين اللي نازلين مع بعض بينزلوا في شوطين يا اما شوت سحب يعني لو انا بصيت على صمام العادل لو انا فتحت غطى التكهاد وبصيت لقيت صمام السحب فاتح معناها ان الاستوانة دي بتعمل سحب بيتحرك من النقطة الميتة العليا الى النقطة الميتة السفلة طب الاستوانة اللي نزلة معايا مستر دي بتعمل ايه يا كمان هي كمان بتعمل سحب لا ده بتعمل شوت عادم بتعمل هي كمان شوت عادم يبقى كل استوانة هتطلع فوق مرة وتنزل ده حركة ترددية للمكبس بتاعي شفنا الدارة الربعية لمحرك البنزين نفس الفكرة لمحرك الديزل يبقى في نهاية شوت الانضغاط بس الفرق بينهم ان في نهاية شوت الانضغاط في محرك الديزل بدل ما بدي شرارة كهربائية انا بدي حقن الديزل بتاعي انا بحقن الديزل بتاعي تمام اما في محرك البنزين او محرك الغاز اللي هي المحركات المبخرة اللي هي بتخلي الوقود بتاعي على شكل بخار وتخلطه بالهوى بنتدي شرارة كهربائية اما محرك الديزل في نهاية شوطل انضغاط بنتدي حقن للوقود فوقود الديزل ما بيباش قدامه حاجة ان هو ما فيش حاجة قدامه غير انه يشتعل لانه بيصطدم بهوى درجة حارته مرتفعة جدا واتكلمنا عن الحاجة دي في الفصل الدراسي الاول يبقى احنا النهار ده في حلقتنا اتكلمنا عن الدورة الحرارية الدورة الحرارية ان احنا بنستفيد من الحرارة عشان ناخدها طاقة والدورة الحرارية مهمة جدا بالنسبة لي في عالم المركبات عشان المركبة بتاعتك او السيارة بتاعتك تمشي لازم وقود ومع الوقود لازم يكون فيه هوى عشان نخلطه مع بعض والهوى مهم عشان هو مادة التفاعل بتاعي ده اللي هيساعد على اشتعال الوقود ناخد الطاقة الحرارية من الوقود اللي هي بتأثر في شوط القدرة او شوط الانفجار وبعد كده نعمل شوط الكسحة او شوط العادم وتكلمنا ان انا عندي محرك بيعمل الدورة الحرارية دي في شوطين ومحرك تاني بيعمل الدورة الحرارية دي في اربع اشواط سواء كان بنزين او سواء كان ديزل وشرحنا محرك البنزين وشرحنا محرك الديزل يارب في الفصل الدراسي التاني نهتم بالتخصص بتاعنا اكتر اهتم جدا انك تحصل على المعارف المفاهيم والمعارف بتاع التخصص بتاعك اهتم جدا انك تعرف المهارات نوع مصادر دخل المعلومة بتاعتك اتعلم كمان سلوكيات المهنة بتاعتك اسأل المعلم بتاعك عن طريق اي شكل من التواصل اذا كان من خلال المدرسة او من خلال التواصل عن طريق النت ده ابحث عن المعلومة بتاعتك في نهاية الحلقة بتمنى وبدعو من الله ان اكون قد وفقت في توصيل معلومة عن الدورات الحرارية النهاردة وفي نهاية الحلقة بشكركم والى لقاء اخر في حلقة قادمة بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته